على أي حال خلينا نروح بقى لموضوع آخر نتكلمنا مع حضراتكم عنين بارح معرض الزهور المعرض الزهور مش بس اجتمرت فعالياته على عروض الزهور بأنواعها الجميلة اللي شفناها لكن كمان فيه مبادرة مهمة تم تتشنها زوار المعرض وهي مبادرة خير مزارعنا لأهالينا واللي بتعتبر من أهم المبادرات داخل معرض الزهور اللي تم افتاحه من ملحف الزراعي مستمر لمدة شعر اللي ما يعرفش معرض الزهور هو من أجمل الحاجات اللي بتتعامل في القاهرة أو في العاصمة اللي بقى أجمل ألوان الزهور ويبقى فيه معرض بلم كل الناس اللي بتشتغل في هذا المجال المشاتل الخاص فيه المتحف الزراعي المبادرة دي اللي تكلمنا عنها واللي تكلمت عنها جمانة بتشمل أنشطة تجارية لخدمة الزهور بأسعار مخفضة للمنتجات الأساسية والهمة للزهور زي العسل زي الزيوت زي الجبنة زي المربة زي لحوم الدواجن وزي غيرها من المنتجات خلينا نشوف المبادرة دي ونستمتع بألوان معرض الزهور ونرجع نتكمل فقراتنا معكم على هامش معرض زهور الربيع بتشارك مبادرة خير مزارعنا لأهلنا واللي بتطرح سلع متنوعة من لحوم وأسماك وسلع أساسية بتخفضات بتوصل لـ 30% المتحف الزراعي المصري وفي هذا العبق التاريخي بيستقبل اليوم مبادرة خير مزارعنا لأهلنا هذه المبادرة التي أزبعت وجودها في السنوات الماضية والتي بناها وأعلن عنها معالي الوزير السيد القصير وهي المعنية بضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية وبجودة عالية وبأسعار تنافسية تقل عن مسئلاتها في الأسواق الوقت نحن مستمرين في رقابة هذه المنافس أيضاً ورقابة هذه المعارض للوصول إلى ما يسمى بالرضاء الاجتماعي لدي المواطن المصري من منتجات وزارة الزراعة مستنهاردة في مبادرة خير مزارعنا لألينة وفي هذا المعرض لازم أكتر من 50 عارض بيعرضوا كل أنواع السلع لتصل حوالي 220 سلعة غذائية للمواطن الزيت الزيتون هنا لنا يعني مخشوش بطريقة فجشة جداً جداً ومنتشر انتشار غريب خالص دي المشكلة اللي منعاني منها هنا في الأسعار فرق في الأسعار لما تلاقي زيت عندك هنا 130 جنيه كيلو وفي نفس الوقت السعر العالمي للزيت الزيتون مربوط بسعر العالمي 186 جنيه جملة فيه اختلاف كلي بالنسبة لنا نحن هنا عاملين خصمات 20% على الزيت السعر الزيت 240 جنيه وعليه خصم 20% من المبضوع عليه عندنا منتجات الألبان من الجبن والألبان واللبن والزبادي عندنا اللحمة فرش بلدي من مزارعنا احنا اللي بنأكل المراعي بتاعتنا احنا اللي بنعمل العلف بتاع الحيوانات فاحنا ضمنين الحيوان ده بيأكل اي او كده اللي هي المراعي بتاعتنا عندنا البيت حيوي برضو من مزارعنا احنا اللي بنعمل العلف بتاع الفراخ علشان كده برضو احنا ضمنين البيت بتاعنا حتى تحطيه برد تلاجة شهر ما بيجرولوش حاجة يعني احنا بننتج كل مصنعات اللحوم كل تجزئة الفراخ من اول مجزئات بتاعتها الوراك البنية الشيش طوق الكبت والقوانس كل صنف على حد بنعمل بعد كده برضو عندنا قسم اللحوم المجمدة اللي بنعمل منه البوفتيك واللحمة المكعبات واللحمة كباب حلة والسجوء والهامبورجر بنشتغل في حوالي 30 او 35 صنف السمان والحمام والبط كل انواع الطيور كل احنا بنغضع للطب البطري والمعرض احنا بتكريف من السيد رئيس الجمهورية ومبادرته السيد وزير الزراعة والسيد القائمين على المعرض احنا ده تاني معرض بنكون معاهم خير مزارعنا الاهلينة كنت جاي اخد عسل من بحص الابحاس النباتات لان العسل بتعمل كويس جدا لما روحت هناك هم وصفوا لي المعرض فطبعا انا في العادي بسمع عن المعارض بس صراحة اول مراجي بس هي فكرة كويسة بس الرئيس بيعملها دايما ربنا يبارك له يعني بيحاول يخفف عن وطقة العبء عن المواطنين يعني وكده الاسعار حلوة واقل من برب كتير والحمد لله زحمة جدا والناس كلها بتاخد والحمد لله كله كويس